ذو الجلالي والإكرام كما ذكرنا ورد في سورة الرحمن مرتين مرة ذو الجلالي والإكرام والأخرى ذي الجلالي والإكرام ما الفرق بينهما؟ طيب الفرق يا سيدي باختصار برضو مسألة لغوية لابد هو ذو اسم معتل الآخر معتل الآخر يعني الاسم اللي آخره ألف أو و أو يا بيسموه معتل يعني الاسم الخمسة يعني إذا كان آخره ألف أو واو أو يا اسمها حروف العلة لأنه مش حروف ثابتة زي الباء والتاء والألف والواو والياء دول حروف ضائفة فاسمها حروف العلة والاسم اللي ييجي فيه يسموه معتل ممكن ييجي في الأول يقول معتل الأول في يجي في الوسط يقوله معتل الوسط ذو ده معتل الآخر في الواو مسألة إعرابه إيه ده؟ إعرابه يعني لو كان كلمة زي محمد إعرابها بالضمة محمدون بالفتحة محمداً زكا منصوبة بالمجرور محمدين بيديو نعمل فيها إيه؟ دي لسق فيها في الآخرها آخرها حرف علة والحرف العلة ده ما بيظهرش عليه ما يقبلش ده معقول لو حقيت عليه شكله ييموت فطبعاً بنتضر أن إحنا إيه أو اللغويين يعني أو اللغة العربية أنه ترفع بالواو بيجيب لها حرف علة اللي هي الواو تنسب بالألف آه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام زي هنا مثلاً ويبقى وجه ربك ذو الجلال آه يبقى ذو فهو فاعل لفض الجلال لا هو الصفة لوجه آه ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال ذو الجلال فذو الجلال وصف لوجه آه وجه هو اللي فاعل فواجه مرفوع لأنه فاعل فلاнибудь يجيني ذو مرفوع مرفوع بالواو اتفقنا يرفع بالواو الثاني اللي هي تبارك اسم ربك ذي الجلالي اسم ربك ربك هنا مجرورة على إيه بقى؟ على ربك على مضاف إليه لا لا مضاف ومضاف إليه اسم مضاف وربك مضاف إليه رب فهنا مجرورة مجرورة يعني لفظ لفظ الرب مجرور بالإضافة فلابد أن تكون الصفة اللي هو ذو ده لا بد أن يكون مجروراً مثله يعني يجرب الياء وعذلك جاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يقول الله تعالى في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم كيف يكرم الله عباده؟ طبعاً واضح أنه بني آدم كرموا أولاً بالعقل الذي هو سبب لمعرفة الله سبحانه وتعالى والتي هي سبب للسعادة في الدنيا والآخرة طبعاً لو لا العقل لكان الإنسان يعني مثله ومثل غيره وذلك الآية كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الضيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً واضح هنا التفضيل وهو العقل لأن فعلاً العقل هو مناطل التكليف مناطل الثواب والعقاب في الإسلام مناط الحقوق والواجبات فهذا هو معنى التكريم للعباد والله سبحانه وتعالى ذو الإكرام بأكثر من ذلك لأنه يكرم عباده في الدنيا وفي الآخرة أولاً يكرمهم في الدنيا طبعاً بالألطاف وبالإنعام وبالنعم وإلى آخرة طبعاً يكرمهم في الآخرة بدكولهم الجنة وقالوا بزحزحة العبد عن النار فالإكرام واضح أنه في بني آدم بالعقل وأيضاً إكرامه وكمان قالوا أن إكرام الأولياء أو أولياءه بالضائف وبالبشرة على أن أولياء الله لا خوف عليهم ونهم أحزنون الذين آمنوا وكانوا يتكون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فطبعاً هذا إكرام هذا نوع من الإكرام اشتركوا في القناة